موسيقى مساء الخير على حضراتكم مساء الخير على كل جماهيري النادي الأهلي في كل مكان أهلا ومرحبا بحضراتكم يوم جديد وحلقة جديدة من المحترف ملفاتنا النهاردة إن شاء الله تكون ملفات على مستوى الكرة الإنجليزية أكتر خلاص سينطلق خلاص والإصارة والمتعة ستعود للكرة في العالم مش بس في إنجلترا يوم الجمعة القادم ينطلق مع كريستيل بلس والأرسنال بطبعا منشاركة نجميلة الكبير محمد النني اللي بيقدم مستويات أكتر من رائعة في الفترات الأخيرة من الموسم الماضي وكمان على مستوى الـ Preseason هذا العام انطلاقة جديدة للمتعة والإصارة في البريميون ليج هنتواصل مع حضراتكو كمان على مباراة الدرع الخيرية أو السوبر الإنجليزي اللي كان بيجمع طبعا بطل البريميون ليج المان سيتي ببطل كأس الرابطة الإنجليزية بليفر بول تقلق نجمنا الكبير محمد صلاح إضافة جديدة من الأرقام القياسية والألقاب على المستوى الفردي والجماعي مع ليفر بول محمد صلاح يتقلق ويعني بيقول لنا الموسم كمان القادم هيكون موسم أكتر من رائع على المستوى الفردي إن شاء الله وعلى مستوى الجماعي وكمان بإذن الله على مستوى منتخبنا المصري هنتكلم كمان النهاردة يعني خلاص في الدورة الإنجليزية ما بقول لحضراتكو نجوم عرب كتيرة جدا محمد صلاح بنتكلم على حاكيم زياش نجم طبعا تشيلسي بنتكلم على رياض محرز نجم طبعا المان سيتي ولعيبة كثيرا جدا جدا على مستوى يعني العرب اللي ميمثلونا مش بس في البريميال ليج على مستوى الدوريات الأوروبية بشكل أكتر من رائع ولكن طبعا على مستوى البريميال ليج بيكون شكل مختلف واهتمام خاص وكورة مختلفة بمعنى صح بنتكلم على نجوم كبار زي ما بقولت لحضراتكو على رأسهم طبعا نجميلة الكبير محمد صلاح وكمان رياض محرز اللي بيأدي كمان على مستوى البريميال ليج طبعا يعني أرقام كبيرة جدا ومستوىات رائعة مع المان سيتي كمان محمد النني اللي يمكن كلنا سعداء به يعني كلنا سعداء بمحمد النني طبعا يعني البريميال ليج والتويتر بتاعت أو التويتر صفحات البريميال ليج بيتصدرها زي ما بقول لحضراتكو النجوم من العرب على مستوى محمد صلاح حاكم زياش بنتكلم على النني رياض محرز كلهم نجوم كبار جدا وكلهم يتنافسوا بشرف للحصول طبعا لأفضل أفضل مستوى نتكلم على كمان زي ما كنت أكمل كلامي على النني اللي يمكن أنا في رأيي عودة أكتر من رائعة يعني بعد طبعا غياب كثير عن التشكيلة الأساسية محمد النني بيرجع في آخر خمس ست مباراة في البريميال ليج بيزمت أنه لعيب كبير كابتن الفرقة على مستوى الماتشاط المباراة في في الموسم القادم اللي خلاص يوم الجمعة القادمة إن شاء الله كلنا هنتابع محمد النني والأرسنال أمام كريستال بلس هنتكلم كمان زي ما بقول لحضراتكم على المباراة الكبيرة اللي جمعت يوم السبت اللي فات فريق ليفر بول والمان سيتي هنشوف المدربين الكبار اللي تكلموا في إيه هنشوف يورجن كلوب يورجن كلوب خلي بالكو أكتر مدير فني فاز على جارديولا تقريبا في عشر لقاءات عشر مباريات ما استطاعش جارديولا أنه هو يفوز على يورجن كلوب الداهية يورجن كلوب بيقدم مستويات إحنا بنتفرج على المباراة وكأنهم لسه يعني في وسط وسط الموسم مش بري سيزون خالص مش على مستوى فريق راجع من أجازة أو راجع من بري سيزون سرعة وأداء وقوة والتحامات وتكتك وأفكار مدربين ظهرت في هذه المباراة بشكل أكتر من رائع هنتكلم عليها بالتفصيل إن شاء الله بإذن الله النهاردة لكن خلونا قبل كمان ما نخش على الصحف العالمية قالت إيه نتكلم محضراتكو برضو في بعض الأخبار السريعة نبدأها بتريزيجي طبعا تريزيجي لعبنا المتقلق حاليا خلاص في الدوري التوركي بيحصد كأس السوبر التوركي يعني أول حاجة طبعا بنهني نجميلها الكبير تريزيجي كمان تريزيجي من لعبة المميزة سواء على المستوى الفني أو المستوى السلوكي بنهنيه بكأس السوبر التوركي فريقه الجديد ترابزون سبورت ويمكن تريزيجي نشر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي على تويتر صورة من تتويق فريقه بلقب كأس السوبر وكمان يعني بعد الفوز على طبعا سبورت بربعية يعني دون رد يعني تريزيجي قال نحن الأبطال طبعا لقب السوبر التوركي يعتبر التايتل التام لتريزيجي في مسارته بعد تتويجه طبعا بلقب الدور المصري مع النادي الأهلي والدور البلجيكي مع اندر لخت وطبعا تتويجه بدور أبطال أفريقيا مرتين كأس السوبر الأفريكي مرتين أيضا الكونفدرالية الأفريقية مع النادي الأهلي التريزيجي كمان يعني أنا على المستوى الشخص كنت أتمنى أنه يكمل في البراميال ليج لكن هو بيلعب في نادي النادي كبير في الدور التوركي هيلعب كمان في دور أبطال أوروبا هذا الموسم كل التوفيق لنجمنا الكبير تريزيجي واللي الحقيقة يعني هو أكيد حضراتكم عارفين انتقل من أستون فيلا يعني بعقد يمتد حتى 30 يونيو أو 36 2026 مع ترابزون سبورت مقابل 4 مليون يورو وراتب سنوي يصل إلى مليون ونص يورو للنجم الكبير تريزيجي كل التوفيق لابننا تريزيجي الخبر الثاني هنروح لألمانيا دورتمون بيتفوق على طبعا ميونيخ 1860 في طبعا طبعا أحد الأندية اللي بتلعف الدوري الدرجة الثالثة في ألمانيا دورتمون بيفوز 3-0 في الجولة الأولى من كاس ألمانيا طبعا دي دي الأهداف قدام حضراتكم يمكن في الديئة التام نفتتح دورتمون التسجيل عن طريق دونيل مالين وكمان في الديئة 31 عزز دورتمون من تقدمه عن طريق بنجام وبعدها بأربع دقايق بيسجل كريم أديمي الهدف الثالث لفريق دورتمون زي ما أقول حضراتكم يمكن يمكن فريق 1860 يعني حتى لما كنت أنا بلعب في الدوري الألماني كان من الفرق المميزة يعني على مستوى طبعا البوندزليجا ولكن طبعا دورتمون كمان بداية حضراتكم عارفين انتقال هالند من دورتمون طبعا إلى المان سيتي ودورتمون طبعا دايما من المرشحين أو اللي بيصرعوا مع البايرن على الألقاب في الدوري الألماني أو على مستوى كاس ألمانيا بداية ولا أروع طبعا لدورتمون في الدوري الأول من كاس ألمانيا بالفوز على ميونيخ 1860 بنتيجة 3-0 وإذا ما أقول حضراتكم كل بيستعد بشكل إذا سواء على مستوى السوبر أو كاس السوبر في الدوريات الأوروبية أو في البلاد الأوروبية كمان على مستوى الأدوار الأولى في طبعا على سبيل المثال في ألمانيا كاس ألمانيا وحنتكلم كمان أكيد بنجيب سريط ألمانيا كان من خلال كلامنا هنا في المحترف كمان هنتكلم على عمر مرموش اللي كمان بيرجع تاني اللي فريقه بعد كان إعارة من فولسبورج إلى شتوتجارد بيرجع لفولسبورج كمان بيضع أو بيحط جول رائع في الدقاء الأخيرة في نفس الدور لكاس ألمانيا الأدوار الأولى مع فولسبورج عايز أقول حضراتكم إن شاء الله على فكرة كمان عمر مرموش بعض الأندية الإنجليزية بتتكلم عليه بشكل كويس أو برينفورد بتتكلم عايزين يستعينه به في المسم القادم أنا أتمنى على المستوى الشخصي أن ينتقل عمر مرموش إلى البريميال ليج هيكون استفادة على المستوى الشخصي كبيرة جدا جدا مع طبعا كل الاحترام للدوري العلماني ولكن رتم الدوري الإنجليزي والمنافسة الشديدة جدا جدا والمتابعات الكثيرة على مستوى العالم البريميال ليج أكيد بتكون إضافة لكل لعب نتمنى التوفيق إن شاء الله لكل نجومنا كمان عايزة أقول لحضراتكم الحقيقة كمان مبارح كان فيه طبعا منتخب إنجلترا بيفوز على منتخب ألمانيا في نهاية بطولة أمم أوروبا للسيدات لليورو 20-22 في الوقت الإضافي بعد فوزه على منتخب ألمانيا للسيدات 2-1 عايزة أقول لحضراتكم يمكن أن أنا تابعة المباراة وأدي كمان التقدم في القرى النسائية أكتر من رائع يعني إحنا شايفين كمان بعد رجوع المنتخب الألماني من هذه المباراة استقبال كبير رغم عدم الفوز بالتايتل أو بالكاس لكن كان فيه استقبال أكتر من رائع للمنتخب الألماني اللي قدم بطولة رائعة ووصل لمباراة النهائية في وامبلي وكان المنتخب الإنجليزي فاز فيه الدائل الأخيرة في الوقت ضايع طبعا بيرهوف طبعا ده أسطورة من أساطير قرى الألمانية في استقبال بعثة منتخب ألمانيا للسيدات وزي ما بقول لحضراتكم كانت مبارح مباراة رائعة ويمكن الرقم القياسي على مستوى البطولات الأوروبية اتقصر في هذه المباراة تقريبا وصل لأقل حوالي 87 ألف مشجع رقم قياسي بيحضر في الوامبلي نهائي بطولة الييرو 20-22 للسيدات ما بين إنجلترا وألمانيا واللي فازت بها طبعا إنجلترا فازت بهذا الكأس عايزة أقول لحضراتكم إحنا عندنا ملفات كثيرة جدا إن شاء الله النهاردة في المحترف عندنا محمود شاكر النقد الرياضي هيكون مشرفنا عشان هنتكلم بالتفصيل على محترفيننا بشكل عام كمان مصطفى محمد مع فريق نانت لكن بين هزم أمان طبعا البي ات جي بربعية في كاس السوبر في الفرنسي ولكن خطوة جيدة كمان على مستوى محترفين اللي بلعبه في الخارج الانتقال من الدور التركي للدور الفرنسي خطوة جيدة على مستوى الشخصي لمصطفى محمد على كمان العائد من هذه الانتقالات بنتكلم على قيمة كبيرة كمان الدور الفرنسي مش سهل دور ممتاز على المستوى الفني تكون كمان يعني مردود وعلى مستوى منتخب مصر إن شاء الله يكون مردود جيد جدا فقراتنا كثيرة في المحترف إن شاء الله بإذن الله تستمتعوا بها النهاردة لكن هنطلع لفاصل سريع جدا وبعد الفاصل لسه عندنا كمان الصحف طبعا الصحف وعنوين الصحف إن شاء الله هتكون معنا في المحترف تابعوها مع حضرك هنبدأ جولتنا كالعادة طبعا الصحف الرياضية بصحيفة ماركا الأسبانية اللي اهتمت بثلاثة وسط ملعب ريال مدريد كازميرو وتوني كروز ولوكا مودريتش وكتبت مسلس برمودا الصحيفة اهتمت كمان بأتلتقو يعني طبعا الثلاثة رهيب وسموها يمكن اللي أطلق دوك كمان أنشلوتي مدير الفني اللي ريال مدريد قالك أنا عندي في منطقة وسط الملعب عندي مسلس برمودا عندي لعيبة على مستوى توني كروز على مودريتش وكازميرو ده طبعا على مستوى الصحافة الأسبانية كمان هذه الصحيفة اهتمت بأتلتقو مدريد ونجمو البرتغالي جواو فليكس وكتبت جواو فليكس يعني يملك أسبانيا لكون قائد الفريق سبورت الأسبانية ما زلنا في أسبانيا مع جريدة سبورت الأسبانية اللي ركزت على أخبار برشلونة وجولته في الولايات المتحدة الأمريكية وكتبت أقصى ضغط على فرانك دي يونج طبعا عملية الضغط على مستوى الانتقالات هل سيبقى دي يونج في برشلونة أم ينتقل إلى المان يونايتد وطبعا في تأرير ربطت النهاردة دي يونج بصفقة تبادلية مع تشيلسي الصحيفة تحدثت عن تصريحات كمان مدرب ريال مدريد بشأن برشلونة وكتبت أنشلوتي برشلونة يصنع فريقا كبيرا منذ دوبرورتيفو الأسبانية صحيفة ركزت تاني على أخبار برشلونة ونهاية الجوية الأمريكية وكتبت تسريع عملية رحيل وعودة اللاعبين وبرشلونة من الولايات المتحدة وتقديم كوندي طبعا لعب الفرنسي الجديد المنضم إلى صفوف الكتالوني لسه في أسبانيا مع صحيفة آيس الأسبانية التي ركزت على فوز ريال مدريد أمام مباراة ودية طبعا في البري سيزون على مستوى طبعا التحضيرات اللي بيقدمها طبعا كل الفرق على مستوى العالم بنتكلم على يوبينتوس وطبعا بنتكلم كل الفرق بتشتغل بشكل أكثر من رائع زي ما بقول لحضراتك والدورات الأوروبية خلاص على الأبواب أربع تيام أو أول من أربع تيام نتكلم على يوم الجمعة إن شاء الله هيكون البريمير ليج يوبينتوس طبعا في اللقاء الودي الأخير طبعا قبل كاس السوبر الأوروبي والجريدة كتبت يعني أنهم جاهزين لطبعا هذه المباراة نروح لإنجلترا وميرور سبورت اللي تحديدا جريدة ميرور سبورت ركزت على تتويج منتخب إنجلترا للسيدات بلقب أمم أوروبا لكرة القدم على حساب المنتخب الألماني في النهائي بنتيجة 2-1 وكتبت فوز تاريخي ومجد بشكل مزهل للسيدات وبعض الأخبار يعني تقول يعني السيدات خدوا بطار الرجال طبعا على مستوى طبعا كان فيه بعض التعليقات وبعض المقارنات بين منتخب الألمانيا أو منتخب الإنجلترا للسيدات والرجال وبعض الصحف قالت أن منتخب السيدات المنتخب الإنجليزي خاد بطار الرجال لأن عارفين طبعا طبعا الفريق الألماني كان يفوز دايما بالسمرار ويمكن فيه بطول تيرو وعشرين عشرين كان فوز المنتخب الألماني على إنجلترا وبذلك يعني بيقوله السيدات كمان خادوا بطار يعني الرجال اهتمت الجريدة كمان بعودة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو للعب طبعا مع رفاقه في المان يونايتد ومغادرة الملعب في فترة ما بين الشوتين وكتبت كريستيانو رونالدو مستعجل للرحيل عن المان يونايتد طيب نروح لفرنسا جريدة الكيب الفرنسية الكيب ركزت على التتويج تتويج السوبر الفرنسي باريس سان جرمان بلقب كاس السوبر الفرنسي بعد الفوز على نانت بربعية نظيفة وكتبت انطلاقة ناجحة يعني ده طبعا على مستوى الدوري أو على مستوى السوبر الفرنسي طيب نروح لإيطاليا نسيب فرنسا ونطلع للجازت ده ديلي سبورت الإيطالية اللي ركزت على صفقة البلجيكي ديلي كارد اللي بيسعى ديلي كارد بيسعى طبعا الميلان اللي حسمها الميلان على فكرة بيقدموا بمستوىات حتى في البريس سيزن مباريات رائعة وفاز على المارسيليا 2-0 وزي ما بقول لحضركم الصحيفة تمت كمان بالظاهرة البرازيلية رونالدو وكتبت على لسان رونالدو نعم الشيطان موجود في إشارة إلى الميلان لكن حيكون هناك طبعا قتال ما بين اليوفينتس والميلان والإنتر زي ما بقول لحضراتكم كمان الميلان بعد فوزه بالسيري آ والدوري الإيطالي عامل مباريات أكتر من رائعة آخرها الفوز على مارسيليا في باريس في مارسيليا بنتيجة 2-0 مع الرقفة بيقدم مباريات أكتر من رائعة وهنا في المحترف قلت لحضراتكم أنه خلاص حتى الدوري الإيطالي اللي كان مبتعد شوية عن الأضواء لكن الموسم القادم خلال أسابيع أولياء هنطلق الدوري الإيطالي هكون دوري قوي جدا على مستوى المنافسة وعلى مستوى الفني هنطلع لفاصل سريع وبعد الفاصل طبعا نقضنا محمود شاكر هيكون موجود معنا عشان نتابع ملفات حلقيتنا النهاردة في المحترف أهلا بحضراتكم مرة تانية برحب بحضراتكم وبرحب بدفنا النهاردة في المحترف في محلل الكرة العالمية والنقد الريادي المتميز محمود شاكر هيكون دفنا النهاردة ونجمينا النهاردة في المحترف علشان نتناقش فيه أو معاه في كل الأضايا وكل ملفاتنا النهاردة مساء الخير عليك يا محمود مساء الفل عليك ومساء الفل على جميع مشاهدي قناة نادي الأهلي أنا دائما بأسعيد أنا متواجد في قناة نادي الأهلي ولكن النهاردة أنا موجود يعني مع أسطورة يعني في الاحتراف لمنتخب مصر خصوصا جيل بتاعي أنا أواخر التملينات لما كبرنا وبدأنا نتفرج على كرة كان حضرتك طبعا كان في البيك بتاع حضرتك والجيل كله يعني منساش حتى كان أوائل المباراة المشفرة يكون منتفرج على حضرتك حتى لسه فكر الأول ماتش فتفرجت عليه على الارتي بالزبط ماتش بتاع فيرد بيمنا وتشتوتجارد مش متذكر بالزبط حضرتك فيه كورشل تاعم على خط الجنب سدرب جيبت جون الماتش دا كانت تعابة 3-5-2 ساعتها لما كنت لعب ليبرو والماتش طبعا انت بتحلل بقى من ساعتها أنا متابع لكورة من ساعتها وماتش التاني شفتوا لحضرتك فاكر الفترة دي كان ماتش 2-0 بتاع الشامبيوز ديج ومش محمد صلاح وكابتن آني رومزي هو أول لعيب مصري يلعب أدوار اقصائية في الشامبيوز ديج فأرحب بأهورنا مخصوصي ليك ودايما بتنورنا ومشرفنا بقناة النادي الأهلي وطبعا عايزين نتكلم معاك قبل ما نتكلم على مباراة السوبر أو مباراة الدرع الخارية في المدكتور عايز أخذ رأيك عامة في المسم القادم للبريميليج احنا شفنا المسم من اللي فات موسم أكتر من رائع ما تحددش غير في الأمطار الأخيرة طيب وقعتك إيه للمسم اللي جاي حيكون المسم عامل إزاي هل حيكون فيه منافسة أخرى غير السنائي ليبر بول المان سيتي هل يعني ديني رؤيتك كده من خلال البري سيزون السنة دي يمكن يا كابتن الموسمين اللي فاتوا بالذات كان الموضوع متغلخص فيه ليبر بول ومانشستر سيتي في المنافسة على اللقب حتى يعني كان ليبر بول بيوصل 101 نقطة المانشستر سيتي يقض اللقب 102 نقطة ولكن السنة دي شفنا برضو صفقات كتيرة الليبر بول ومانشستر سيتي هم الأبرز وهم الأقوى وشفنا في الماتش بتعديدها الخيرية طبعا فارقين بشكل كبير جدا عن تشيلسي وعن توتنم وعن مانشستر نويت اللي عنده مشاكل كتير جدا في الصفقات لحد دوقتي أرسنال جاي من بعيد ولكن أعتقد أن المنافسة برضو هيكون محتدمة بين هم الأتنين كنت ممكن يقرب من بعيد لبعيد تشيلسي صفقاته لسه بس أعتقد أن المنافسة هيكون محتدمة بين الاتنين شفنا في الماتش بتاع برحا هنتكلم تفصيل أكتر شفنا أن ده مش ماتش بري سيزون ده ماتش في الميت سيزون قوة بدنية والمور كريت عالي جدا التحامات بدنية كل حاجة ممكن تقول عليها في المباراة لسه هم لسه بدنين بري سيزون أصلا من ثلاث أسابيع وإنت بتتفرج كده كنت متوقع هذا الرتم السريع هل كنت متوقع أن المباراة هتكون مباراة فيها تقريبا نديت أكي أن المباراة بتتلعب على البرميال ليج شفت المباراة زي إجماليا وبعدين نخش في التحليل الفني للمباراة طبعا نحن على كلنا عارفين أن ليفر بول ومنشستر سيتي هم أقوى فرقتين في أوروبا طريبا يداروا يلعبوا وضغط عالي لكن الجهزية البنانية عند ليفر بول كانت أعلى بكتير جدا من السيتي شفنا ليفر بول من أول دقيقة في الماتش قادر نازل يضغط ضغط عالي بشكل رهيب على منشستر سيتي في أول عشر دقيقة منشستر سيتي قابل مشاكل كتيرة جدا في الطلوع بالكورة فأضطر أنه يلعب لونج بول على هلند اللي ما قاتتش بصمارة خالص ويضغبك في أول كورة منشستر سيتي في دقيقة طيبا دقيقة دقيقة الأولى و30 ثانية بس تلعوا شوية زادوا نص الملعب حدك عارف العشرين 30 متر حد نص الملعب دي مجرد ما كورة قطعت من فابينيو وعمل لونج باس على طول بنشوف أن أي فريق بلعب ليفر بول بيفتح المساحات بيتعاقب بشكل كبير جدا الليفر بول الأجنحة بتاعته بتعمل ستريتش للملعب بنشوف محمد صلاح على الجهة المين ولويس دياز على الجهة الشمال بفيه مساحات كبيرة جدا بيسرقوا في خط المدافعين لما فابينيو بنعب اللونج باس وطبعا بنشوف فابينيو بينزل يسحب معاه الاثنين مساكين عشان يفضوا المسافة دي كلها تراجع جوارديولا بشكل كبير جدا إلى خط نص ملعبه وشوفنا تماما لعيبة من منشستر سيتي دائما في حدود منطقة الجزاء ولكن ليفر بول بالتكنيك الجديد بتاعه وبالطريقة جديدة اللي بيعملها يورجين كلوب وهي تجميع اللعب ويعمل الكرة العكسية الناحة التانية يمكن شفنا ليفر بول بيقدر يحرز الهدف الأول من كرة كربونية الكرة الأبلية لروبرتسن ضيحها بدماغه قصة كلها يعني بيحصل تحضير في وسط الملعب الكرة بتروح سواء لفابينيو أو سواء لتياجو ألكنترا بيقدر يلعب على طول الكرة العكسية الناحة التانية بيشوفنا محمد صلاح كرة الأولانية عمل باص لأليكزاندر أرنولد عمل أوفر روبرتسن روبرتسن ضيحها الكرة اللي بعضها على طول محمد صلاح برضو بعد ما تلعبت له الكرة العكسية رجحها لأرنولد أرنولد شاط في جون وعايز أكلمك على الجزئية دي قبل من خش برضو عايز أعرف رأيك بالنسبة للصفقات لغاية دلوقتي بالنسبة للفرقتين الأدوار المهمة جدا اللي بعيبها الباك رايت والباك ليفت بتتكلم على أرنولد وبنكلم على روبرتسن انت بتتكلم آه بيعمله ستريتش كويس للملعب لكن في أوقات كتيرة جدا بنشوف أن محمد صلاح بيخش لجوة بنشوف ان دياز بيخش لجوة وتبقى الأدوار الأساسية بتبقى الأرنولد والأرنولد بنشوف أن لويز دياز هو اللي واقف على خط حدود 18 روبرتسن هو اللي جوة الملعب ونفس الكلام برضو النحاة التانية بنشوف محمد صلاح بيحاول يهرب من الرقابة فبيطلع بره الملعب وبيحاول يخش أرنولد ده بيعمل ممكن يكون مشكلة كبيرة في اللقب فيه ضهر الباكات لليفر بول ولكن ليفر بول هو أقوى فريق فروفا بيعمل الضغط العكسي ما هو الضغط العكسي إن أنا بقدر أسترجع الكرة في أقل عدد من الثواني بمجرد فقدانها في نص ملعب فريق الخاص برضو يا كابتناني لو هنتكلم برضو على موضوع الصفقات شفنا مبارح أنا قد شايف أن فيه توفيق كبير جدا من يورجن كلوب فيه قرار أنه هو يقعد نيونيز احتياطي ومن ناحية تانية شفنا جوارديولا بدأ بي طب خلينا برضو خلينا قبل ما نخش في التفاصيل دي قوي عايز زي ما قلتلك لأن عندنا تفاصيل كثيرة هنتكلم عن مباراة بشكل أعمق كمان نشوف المدربين قالوا إيه وتقول لنا كمان رأيك فيه البداية الرائعة لمحمد صراحه وأرقامه في هذه المباراة بس خلينا نكلم على موسم الانتقالات في البريميال ليج وخاصة على مستوى يمكن فريق كان مخيب للأمال الموسم اللي فات كان المان يونيتد مع إدارة فنية جديدة وإدارة هولندية مع تدعيمات لغاية دلوقتي مش متشاف انت شايف المان يونيتد هل في طريقه صحيح للعودة بقوة للبريميال ليج ولا لسه الأمور ما تحسمتش بالنسبة للمان يونيتد أعتقد يا كابتن هني بشكل كبير جدا اللي تغير في منشست الونيتد هي الإدارة الفنية هو تينهاج هو طبعا مدرب أفضل بكتير من المدربين كموجدين السنين اللي فاتت ولكن على مستوى الصفقات والانتقالات لا انتقالات على استيحاء جدا يعني شفنا طبعا أريكسن لعيب كبير والكلام ده كله لكن شفنا المشاكل تحت القلب والكلام ده كله فهو بقاله فترة كان بعيد مع تغيش أن أريكسن ممكن يقدم الإضافة القوية خصوصا أن أنت عندك برونو فناندس في وست الملعب ورجعت برضو فاندي بيك في نفس القصة برضو ولكن ممكن يكون شايف أن الصفقة 23 سنة بيقدر يطلع بكورة كويس في التحامات كويس جدا هنشوف هيقدر يتكيف مع مانشستر نايتد ولكن برضو السؤال أنه يكون مين اللي هلعب الاثنين السنتر باك وراه هلعب ماجواير هو أعلن ماجواير هو القائد بتاع الفريق طب مين هلعب ماجواير وفران ولا ماجواير لساندور مارتنيز فدي برضو قصة تانية إنما مانشستر نايتد ما أعتقدش أنه ممكن السنة دي ممكن ينافس على لقب لسه يبقى بعيد جدا بشكل كبير جدا ولو إني بشوف أن الفريق اللي ما بيتعرض لضغط مباراتة على الشامبيوزيج بيبقى مركز في الدولة أكتر ولكن السكواد لسه في مشاكل كتير جدا نشوف ديونج خنائة كل سنة دائما من أول أمركاتو على غاية آخر أمركاتو في مشاكل زي سانشو قعد سنتين من أول يوم مباراتة برضو في ديونج وديونج لازم يجي منشسة الرواتب لأن الموضوع وصل لطريق مسدود مع برشونة ولحد دلوقتي برضو فيه مفاجأة كبيرة في موضوع برشونة برشونة غالية ما أيتش ولا لعيب في ربطة الدوري الأسباني ده بسبب سقف الرواتب والقصة بتاعت أن فيه قيود معينة بيحطها ربطة الدوري الأسباني يعني بناءة بين نسبة سقف الرواتب وما بين الانكم اللي بيجي أو الدخل اللي بيجي للمنطقة وطبع فيه مفاجأة ما حصلش على أي حاجة فده قصة لعيب شكل كبير جدا فلازم يمشوا لعيبة اللي بتاخد روااتب عالية فأعتقد أن ديونج ممكن ييجي منشسة الرونايتد ولكن مشكلة في منشسة الرونايتد فيه اللعيب رقم ستة أنا شايف أن الماتتش وفريد مش اللعيبة اللي تقدر سوري مكتوموناي وفريد مش اللعيبة اللي تقدر تشيل منشسة الرونايتد فونتش نحن بعيد شوية جمهاريته كبيرة والناس كلها قاعدة بس قبل ما نشوف كمان جارديولا يمكن أنت قلت وسألتك على شكل المنافسة بالنسبة للمسم القادم هل ستبقى منافسة صنعية ما بين المان المان سيتي وليفر بول أم هيكون عودة لليونيتد قبل ما نشوف يمكن علق عليها جارديولا بس عايز أسألك على موقف رونالد وكمان الغامض جدا بعد غياب على البري سيزون بيرجع تاني في المباراة يمكن مباراة الأمس كان لعب مباراة لمدة يعني من 45 دقيقة وزعل ومشي وزعل ومشي من الأستاذ بعد ما بين الشوتين لدرجة أن خلاص بعض الناس قالوا أنه رونالدو طلب الرحيل رسميا بيعني برحيله ما بين الشوتين شايف موقفه ازاي وإن في دماغ رونالدو والله يا كابتن يعني رونالدو أنا حاس أنه في أواخر أيامه بداية من انتقالاته بقى من يمشي من ريال مدرير ويحيل يوفي في صفقة مفجأة وبعد كده يمشي من يوفي يروح منشيستر يونيتد ولكن اللي بيحصل مع اليومين دول هو بيخسر جمهرية كبيرة جدا منشيستر يونيتد جمهير منشيستر يونيتد بمجرد عودة كريستانو رونالدو هم عارفين أنه هو مش في التوب فورم بتاعته وسنه متقدم ولكن جمهير كلها كانت ملتفحة حوله كريستانو رونالدو بيعمل حاجات من وجهة نظر يعني لطلاق قيمة لها أنه هو بيقلل شوية من كيانه أو من قوته بياخد من رصيده بالضبط أنا شايف أن المشكلة كلها ورونالدو عنده مشكلة أنه هو عاوز يروح فريب يلعب في التشامبينز ديك ليه يا كابتن هاني؟ قصة كلها أنه معه 145 جون كريستانو ميسي معه 125 جون فرق ما بينه 15 جون كريستانو رونالدو مهووس بأرقامه الفردية مهووس بأرقامه الشخصية وعارف أنه عمره في الملاعب خلاص على وشك الانتهاء فهو عاوز يوصل لأعلى ريكورد في كل حاجة عشان لما يبطل كرة ما حدش ولكن طبعا أنا كريستانو رونالدو بيعمل حاجات يعني أنا لعيب كبير أو يسمي كريستانو ما بدرش أن أنا أعرض نفسي وخلي وكيل أعمالي والإيجن بتاعي يروح لأندية كتيرة جدا أتلاتكم مدريد وصلت طبعا لدرجة أن يمكن زي ما بيقول محمود أن بعض أو مكلاء طبعا الإيجن بتوع كريستانو عرضوا كريستانو رونالدو على بعض الأندية وتلع التسريحات أو على مستوى السوشيال ميديا بيرفضوا رونالدو تخيل وصل الزمن أن الأندية بترفض انضمام كريستانو رونالدو على مستوى البريميال ليج للموسم القادم خلاص خلال أيام هينطلق وتوقعات الخبراء لكن كمان توقعات المدربين على مستوى طبعا جاردويلة بيقول إيه ويتوقع إيه للموسم القادم نشوف ما حضرتكم بالنسبة للمنافسة بين فريقي وليفر بول في السنوات الأخيرة نعم وخاصة نوع المباريات التي يثيرها كلاهما يحاول كلاهما كما تعلم اتخاذ الإجراءات والهجمات المضادة لذا نعم أنا متأكد من ذلك متأكد تماما من أنه كان في السنوات الأخيرة ولكن مع كل الاحترام للفرق الأخرى لدي شعور بأن هناك العديد من الفرق الجيدة في الدور الإنجليزي الممتاز كما تعلمون يمكنها الوصول إلى هذا المستوى الاتصاق الذي لدينا مع الفريقين في المواسم السابقة يدل على ذلك أنه يكون أخيرا المنافسة وأنه يكون مستوى المنافسة أكيد سيكون المشتعلة ما بين الأفضل على مستوى البريمير ليج حتى على مستوى البريسيزون نتكلم على ليفر بول نتكلم على المان سيتي عايزين نشوف تشيلسي كمان من نهجة نظرك هل قادر على إعادة البناء مرة أخرى واستعادة المنافسة والدخول ما بين ليفر بول والسيتي ولا تشيلسي مقابل كابتناني تشيلسي هيبقى من بعيد من بعد من ليفر بول من شيلسر سيتي طبعا شفنا عندك كريستنسن بيمشي روديجير بيمشي لوكاكو بيمشي ولو أنه ما أضفش أي حاجة السنة اللي فاتت ولوكاكو برضو عليه علامة استفام كبيرة الرجل جيب 110 مليون وطلع عارة ب10 مليون يعني تشيلسي خسر 100 مليون فقط في سنة واحدة في لعيب ما قدمش أي حاجة ولكن تبص على سكوات بتاع تشيلسي مفهوش اللعيب السفر اللعيب اللي يقدر يشيل فريق تشيلسي مين أبرز لعيب دلوقتي موجود هو الرحيم ستيرلينج اللعيب اللي كان هو أبرز لعيب موجودين ممكن نتكلم على مونت أو نتكلم على شيلول فمش تشيلسي أعتقد محتاج كتير جدا في صفقات قبل ما أمريكاته يقفل ولكن أعتقد أنه هيبقى بعيد كل البعد عن ليفر بول وعن منشستر سيتي ده بالنسبة كبيرة طيب الدخول لكونتي مع تاتن هام بالروح الجديدة اللي بسها كونتي مع عودة لدوري أبطال أوروبا هل هو هيكون الهدف الأساسي المنافسة المنافسة على البريمين ليج أو هتكون المنافسة على مستوى طبعا دوري أبطال أوروبا هعرف منك الإجابة بعد الفصل أهلا بحضراتكم مرة تانية محمود كنا بنتكلم قبل الفصل على اتكلمنا طبعا أعتقد المنافسة هتكون ما بين السيتي وما بين ليفر بول كالعادة ولكن من بعيد يأتي كونتي وتوتن هام وانت شايف رايح بالفريق فين هل هيكون التركيز على الوصول لأبعد نقطة في الشامينز ليج ولا كمان الحصول على البريمير ليج أو المنافسة على الحصول على البريمير ليج خلينا نرجع كابتن سانا وارا السيزن اللي فات كونتي هو المدرب الوحيد اللي قدر يكسب ليفر بول ويتعادل مع منشستر سيتي يعني كسب مباراة ويتعادل مباراة من هنا ومن هنا هو الفريق الوحيد اللي قدر يكسب بطل الدوري ووصيف بطل الدوري كونتي مدرب قوي جدا 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 بيعتمد أكتر على الحماس والروح وطبعا التاكسيكس بتاعته عالية جدا مع شوية انتقالات السنة لتوتنم شوفنا بوليزيتش وليونه 33 سنة ولكن أكيد سيبقى إضافه بشكل كبير جدا هاري كين ووسون وكلوس فيسكي العيب السنة اللي فات برضو أقدم سيزن قوي جدا فأعتقد ان كونتي السنة دي أنا شايف انه حاجز بنسبة كبيرة جدا المركز التالت وممكن يخش مع ليفر بول والسيتي ولكن هو بعيد شوية بسبب فرق السكواد ولكن أعتقد ان كونتي هيبقى ليه رقم كبير جدا السنة الجاية في الدوري الإنجليزي انه هو مدرب مفيش مرة بيروح فيها دوري اللي بيعمل فيها إنجازات طيب خلينا نرجع نركز تاني على مباراة ليبر بول والسيتي خلينا نكلم هل فجأت به هالند كأول مباراة على المستوى الرسمي بعض الناس بتتكلم على صفقة على مستوى البريمير كان فيها ضجة كبيرة جدا جدا من أفضل روس الحربة في العالم شفت ازاي هالند في هذه المباراة لسه لسه جارديولا بيلعب بطريقة أو اللعيبة لسه بتلعب وكأنها بتلعب بالشاد سترايكر المهاجم الوهمي ده أثر على ظهور هالند بالشكل المناسب على الأقل طبعا بصة كابتن هالند مفيش حد في العالم كله يختلف عليه هو اللعيب أكتر خطر على أرقام جميع اللاعبين زي ليو ميسي وزي طبعا كريسيان رونالد وزي محمد صلاح برضو في الدوري الإنجليزي لأنه هو لعيب صغير في السن ولعيب طبعا بروميسين جدا ولكن أنا شايف اللي حصل أو العوامل اللي خلت هالند يظهر بالشكل ده حاجتين حاجة لأنه هو لسه صغير في السن ضغط الدوري الإنجليزي وضغط ليفر بول وضغط منشستر سيتي والهلومة بتاعة الدوري الإنجليزي والكرة في إنجلترا عموما مش سهل أخلص عليه فلاصل أنه هو دلوقتي راجل جاي بمبلغ كبير جدا 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 فبيزود الضغط عليه العامل الثاني والأهم هو طريقة لعب منشستر سيتي أو طريقة أنا متأكد أنه أكيد جوارديولا عاوز يلعب على إمكانيات هالند لأنه ما فيعش في خط الدفاع أنه يقدر يخلق الواحد على واحد يزقق بسرعته لأنه بلعب يمينه وبشمله وبدماغه كويس جدا ولكن ده ما حصل شسيتي كلنا عارفين أنه فريق بيحب الاستحواز يحب يمسك الكرة كتير جدا فده يمكن يؤثر على هالند هالند مش اللعيب الشادو سترايكر اللي هو يقدر يطلع بره الثامنتاشر ويقدر يقوم يقوم بأدوار الثاند سترايكر لا مش دور وخلي بالك أنا كنت متابعه في دورتموند دورتموند كان أول الكرة ما بتوصل وبيبقى فيه فرصة لاي لعب وسط الملعب بيلعب الكرة دايرك لقدام على عكس طريقة جارديولا أو المانسيتي حتى لو في نص الملعب عنده فرصة للكرة البينية لا هو بيحاول يوصل بالكرة الاستحواز تتلاب عن طريق محز النحاة التانية فده أثر بشكل كتير والفرص الكتيرة ما صلتش لهالاند طيب دا رأيك عايزين كمان نسمع جارديولا قال ايه طبعا على طبعا تعلي جارديولا على عدم ظهور هالاند في هذه الممورة بالشكل المناسب أكيد ليه أسباب نسمحها من جارديولا هالاند قوي لقد أضع فرص ومرة أخرى سيضعها في الشباك إذن ما هي المشكلة لقد حدث ذلك إنها كرة القدم لقد كان هناك وكان لديه هدف آخر غير محتسب لأن الكرة كانت خارج الخط ولقد سجل هدفها لذا فهو يمتلك هذه الموهبة التي سيفعلها من الجيد أن نفهم عقليا أحيانا أنه يحتاج إلى هذا الموقف ليقول حسنا وماذا عليك أن تفعل لذا فهو جيد لست قلقا أو قلقا بشأن ذلك تهنينا لليفر بول أولا وقبل كل شيء في أول خمس عشرة أو عشرين دقيقة كانوا أفضل وبعد أن حصلنا على لعبتنا كان الأمر مشابها تماما في آخر خمس وعشرين دقيقة وتحسننا عندما تركوا المساحة لمحاولة الهجوم في الشوط الثاني بدأنا بشكل جيد حقا وكان الأمر صعبا بعد الهدف وكنا جيدين حقا ضد هذا الفريق الواثق وحتى في الشوط الأول وصنعنا فرصا كافية للقيام بذلك وبعد إجراء واحد كان واضحا ونجحنا بشكل جيد وبعد ذلك تخسر الكرة يقومون بالانتقال والركلة وبعد ذلك كان الأمر أكثر صعوبة وهذا كل شيء طبعا بيتكلم جارديولا على هلند وأنه لعيب كبير وأكيد صبقة مهمة جدا جدا وعلى مستوى وهو طبعا بيحاول يعمل السبورت لهذا اللاعب طبعا لين على المستوى على مستوى الأداء مكان غير مقنع في هذه المباراة برضو عايز أعرف منك تعالى جارديولا وحمايته للعيب بشكله باخر ورجوعه كمان بتكلم احنا رجعنا للمباراة شفت كمان جارديولا إزاي وهل حيغير من طريقة لعبه لخدمة الفريق وخدمة هالند في بداية البريمير ليج أعتقد أن جارديولا هو ده التحدي الأكبر بالنسبة له دلوقتي وهي التنصيق ما بين إمكانيات اللعيب وما بين طريقة اللعب الفرقة مشكلة ده زي ما بنتكلم كابتا أنه هو رجل بيحب اللعب ديركت جدا هالند في المساحات الفاضية يعني كان فيه يمكن فيه كورة في الدقيقة الثالثة في ممبرات درعة الخيرية أول ما دي بروين سترى من الكورة هالند سرق في دارفان داي كان أوريح انفراض ولكن طبعا دي بروين وقف لعب تاني بيرناردو سيرفا وجليريش هيدي طريقة فهو أعتقد أن التحدي الأكبر لجارديولا دلوقتي هو إزاي خلق طريق التناغم والتناسق ما بين أسلوب لعب هالند وما بين أسلوب لعب منشستر سيتي اللي دايما كان بيعتمد على الشادو سترايكر والتحركات في الهوف سبيس ما بين أنا بطلع الفيرو ده خش مكانه الوينج بشوف السيلونج يخش جوه خيسه سيطلع لبرة والروتيشن اللي كان بيحصل فيه 18 فأعتقد مع الوقت الموضوع ده هيتحل بشكل كبير جدا وهالند مش عشان المبارالة ولا نهاية دي ناس طبعا تاخد انطباعة عنه وهالند هيكسر الدنيا أنا متأكد من كده انت بتلعب ليفر بول ليفر بول جاهز بدنيا عنك ولكن موضوعات بقى مع عسطون فيلا مع برايتون هتشوف واحد تاني خلص يعني هيا كلهم يعني أنا متأكد من كده وزي ما بقول كمان على مستوى ليفر بول على مستوى نفس المركز نتكلم على نونس طبعا جاي من الدور البرتغالي ولكن ظهر بمستوى أكتر مع الرائع ويمكن في فترات قليلة من هذه المبراءة أثبت كمان ان دخل المكان على طول يعني ما عندوش مشكلة في التناغم ما عندوش مشكلة في عملية التأقلم دخل يمكن أحرز هدف ودعي التسلل وبعدها أحرز هدف الهدف التاني هدف الفوز فبنتكلم على هلن بنتكلم على نونس اختلاف التاكتك اختلاف الأفقار بالنسبة للمدربين هي دي كمان اللي حنقشها بعد الفاصل اهلا بحضراتكم مرة تانية يمكن في الانترو كلمنا على طبعا السوبر الفرنسي وكيف فاز باريس تانجرمان على نونس كمان على مستوى السوبر الألماني وفوز باير مونيخ على لايبسيك وعشان نتكلم أكتر على البايرن نتكلم على الكرة الألمانية ونتكلم كمان على ساديو مانيه الصفقة المدوية للبايرن معانا عبر سكايبي طبعا رينارد مورير ده طبعا لعيب كبير جدا في البايرن في السنوات السابقة وكمان لاعب نادي شتوتجر ودلوقتي حاليا المدير المساعد مدير الفني المساعد ليه طبعا فريق أوكسبورج الألماني رينار مساء الخير بنرحب بك على شاشة قناة النادي الأهلي شكرا لكم وشكرا على توجيه الدعوة مساء الخير عليك كابتن هاني رامزي تحية كبيرة لك وتحية كبيرة لكل جمهير قناة النادي الأهلي لأننا أعتقد أن الأهلي هو أحد أفضل الأندية في الوطن العربي وقارة أفريقيا وهذا فخر لي الظهور على شاشة الأفضل في أفريقيا وتمنى أن يعود الأهلي في قادم الموعيد إلى مستوى المعهود إحنا سعداء راينر بوجودك معنا على شاشة قناة النادي الأهلي وكننا بنتكلم أكيد على الكرة الألمانية وبنتكلم أكيد على البري سيزون والاستعدادات وكاس السوبر في الدول الأوروبية وهنتكلم معك على فوز البايرن على ليبسيك شايف يعني شايف البايرن في الساديو ماني ما هي الأجواء وأصداء أو ردود الأفعال على مستوى على مستوى الجماهيري حتى لقدوم ساديو ماني من ليبربول بكل سهولة نتحدث عن مباراة السوبر الألماني دعنا نبدأ بمباراة السوبر كانت مباراة رائعة من جانب البايرن أعتقد أن في الجيم الثاني على الشوط الثاني كامل لايبسيك بعمل مباراة لكن كانت انتهت الأمور لكن خمسة ثلاثة كانت نتيجة صعبة على جماهير لايبسيك الألماني الجزء الآخر ساديو ماني شفت إزاي أول بطولة لساديو ماني مع البايرن وهل ساديو ماني هيعوض غياب نجم كبير جدا جدا زي ليباندووسكي وانتقاله إلى البارسة شايف إزاي ساديو ماني وهل قادر على تعويض هداف الدور العلماني المدة يمكن الخمس سنوات اللي فاتوا ليباندووسكي وانتقاله للبارسة لا يجب أن نقارن روبرت ليباندووسكي وساديو ماني لأن كل اللاعبين مختلفين نتحدث عن المستوى ونتحدث عن الأمور الفنية ونتحدث عن الطرق المختلفة لكل لعب لكن أعتقد أن تعويض روبرت ليباندووسكي صعب جدا بالنسبة للبافاري لكن دعني أتحدث بكل صدق عن ساديو سوف نرى ما إذا سيقدم أشياء مختلفة مع البايرن ساديو ماني في الموسم القادم لكن بكل تأكيد سيكون إضافة للفريق البافاري وأعتقد أن سيكون صدق كبيرة ومهمة للفريق الألماني لكن إذا ما تحدثنا في الأيام الماضية كما ساديو ماني بعمل بطولة كبيرة وهي أول بطولة يحصل عليها اللاعب على الفريق البافاري لكن لدينا لعبين آخرين ككومان وطومس مولر سيكونون بجانب ساديو ماني وسوف يسعود له كثيرا على الظهور بمستوى رائع مع الفريق أعتقد أن اللعب بجانب هؤلاء اللاعبين أتحدث عن كومان ومولر سوف تشاهد نسخة قوية للبايرن راينرد مع الأسماء الكبيرة اللي أنت بتقولها إضافة نابري بنتكلم على كلها أسماء كبيرة ساني بتتكلم على كلها نجوم كبيرة جدا ولكن السؤال اللي عايز أسأله لك وده مش من عادة البايرن يعني البايرن دايما ونعرف أن الكرة المانية في الصفقات ما بتجيبش صفقات بمبالغ كبيرة عايز أعرف الصفقة الكبيرة دي لخت بصفقة قدرت بحوالي 80 مليون يورو وانتقاله مليوفينتوس للبايرن هل البايرن غير من الاستراتيجي بالنسبة لانتقالات اللعيبة وبدأ يخش في صراع الكبار بأرقام كبيرة ويعني زي ما بقول أول مرة يمكن من سنوات طويلة أن فارق البيع والشراء في المركات وأن البايرن بيخسر يمكن صرف ملايين كتيرة جدا عايز أقولك الرقم بالزبط باير ميونيخ صرف 137 مليون يورو على التدعمات وعملية البيع تمت ب58 مليون يعني في خسارة تقريبا 57 مليون يورو في انتقالات اللعبين للبايرن هل ده استراتيجية جديدة هل البايرن الهدف الأساسي الموسم القادم هو الحصول على دور الأبطال بكل طبع نعم وبكل تأكيد هو الهدف الوحيد للإدارة الألمانية وإدارة البوفاري وهو الفوز ليس فقط بكأس ألمانيا أو الصوبر الألماني لأن هذه الكووش قد يفوز بها فريق مثل بروسيا مونشين جلدبا لكن هناك أيضا فرق وصلت للكوارتر فاينل لكن أعتقد أن النسخة القادمة من الدورة المالية ستكون قوية وأعود إلى السؤال الذي سألت وطرعت بالنسبة للأمور المادية والأمور المالية أعتقد أن كل الأموال التي صرفت على اللاعبون والفلوس أيضا الذي تم من خلاه بيع روبرت البندوسكي هذه حدثت موازنة في خزينة البايرن لكن أعتقد أن البايرن في المستقبل سوف يكون قوي وقوي جدا ولن سيكون سهل المنال خاصة في دور الأبطال أعتقد أن الصفقة الأقوى كانت من نجرة نظر هي ديليخت التعاقد مع ديليخت من اليوفي سوف تكون إضافة قوية للبايرن وأعتقد أيضا وأعتقد أيضا جرافن بيرش سوف يكون إضافة قوية للبايرن لكن الجميع في بايرن ميونخ يعمل في بيئة كبيرة وبيئة عظيمة مهما كان اسم اللاعب ومهما كان اسم الصفقة كما تحدث معهم المدير الرياضي يجب أن نلعب من أجل البايرن صحيح راينر خليني أسألك سؤال كمان على مستوى البوندزليجا كاملة كمسابقة البوندزليجا يمكن كان لها الشرف لنلعب في التسعينات وأوالي الألفية في البوندزليجا وكان يمكن يسبق فقط الدور الإيطالي كان الدور الإيطالي سمي ليه الدور البوندزليجا أنت شايف كيف يعود تاني البوندزليجا للمنافسة على صدارة الطوب فايف ليج نتكلم على البريمير ليج نتكلم على الدور الأسباني هل في المستقبل القريب سنرى كمان البوندزليجا في مستويات تنافس البريمير ليج وإيه اللي نقص الدور الألماني لهذه المنافسة أعتقد وعرى من وجه نظري أن البوندزليجا هو نمبر ون هذه من وجه نظر لأن البوندزليجا دوري قوي ودوري قوي جدا لكن إذا ما تحدثنا عن الدور الفرنسي هناك فقط باريس سان جيرمان والأموال التي انفقوناها والميديا وكل شيء وساعد ذلك على الدور لكن هل دوري الفرنسي أقوى من الدور الألماني تعتقد ذلك لكن تحدثنا عن الدور الإنجليزي ونتحدث عن الدور الإنجليزي أنت على حق في هذه الأيام إذا ما تحدثنا عن لغة الأرقام ولغة الأموال الدور الإنجليزي هو الأفضل لا يجب أن أنكر ذلك ما فيش شك طبعا الدوري الإنجليزي على مستوى الأرقام هو الأفضل على العالم وحتى على مستوى المباريات على مستوى المنافسة من هنا عايز أسألك هل خلاص احتقار البايرن للبوندزليجا بيعطي شيء من الملل وشيء من عدم الاهتمام بالبوندزليجا هل دورتموند قادر مرة تانية للمنافسة على التايتل والفوز بالبوندزليجا الموسم القادم بلعم أنت على حق بكل تأكيد البايرن يسيطر ويهيمن وهذا حق البايرن لكن التحدي مفتوح للجميع وكرة القادم متاحة للجميع يجب أن تلعب جيم كثير الشيء الأفضل في الفريق الباباري هو أن البايرن يستمر يستمر في حصد النقاط لأن الدور لا يلعب فقط مباراة رائعة أو مباراتين لا يعني ذلك أنك سوف تكون البطل لكن كل شيء متاح وأعتقد أن هناك العديد من اللاعبين الأقواء في الفريق الأخرى لكن أعتقد أن البايرن سوف يسيطر وسيهيمن هذا ليس لصعوبة لكن أعتقد أن لا يزيد قادر على الصمود أمام البايرن ودورتموند شاهدنا ذلك مبارات السوبر برغم غسارة لايبزيك لكن أعتقد أن البايرن سوف يستمر ولديه فرصة كبيرة في السيطرة لأعوام كثيرة طيب عايزين راينار كمان على مستوى النادي أنت طبعا المدرب المساعد لفريق أوغسبورغ عايز عرف تطلعاتك للمسم القادم وأهداف هذا النادي من خلال وجودك كمدرب مساعد أهداف المسم القادم كنت في العام الماضي مدرب مساعد لأوغسبورغ وما زلت أعتقد أن طموحاتنا طموحات كبيرة جدا ولدنا العديد من التحديات وأتحدث دائما مع المدرب وأتمنى وطموح القادم هو أن نكون الرجل الأول هذا شعور كبير عندما تكون المدرب المساعد ثم تستوى الزباح الرجل الأول أتمنى أن نحصل على زيال فرصة نحن نعمل ونعمل كثيرا راينار لسه كان فيه أخبار جديدة عن بعض الأندية في البريميال ليج براندفورد على سبيل المثال تطمع فيه الحصول على خدمات اللاعب المصري عمر مرموش شايف عمر إزاي من خلال وجوده في البوندزليجا وحصوله كمان على أفضل لعب شاب في البوندزليجا شايف إزاي عمر مرموش هل سيبقى في البوندزليجا العام الموسم القادم مع فولسبورد أو الانتقاله إلى أحد الأندية في البريميال ليج أعتقد بالنسبة اليوم كما بعمل موسم رائع الموسم الماضي مع شتوتجارد كان في فترة عارة وعاد إلى فريق الآن لكن خطوة مهمة لعمر مرموش إذا ما ترك البوندزليجا إلى واتفورد لكن أعتقد أن واتفورد ستكون خطوة سيئة لعمر مرموش لأن واتفورد ليس في الدور الإنجليزي واتفورد هبط إلى دور الدرجة الأولى شامبيونشيب برينتفورد لا هو طبعا الاهتمام من برينتفورد الوافد الجديد من السنة التي فاتت وقدم موسم أكثر من رائع برينتفورد رغم سعوده من الشامبيونشيب لكن أثبت قدارة في البريميال ليج برينتفورد هو نوتنهام فورس كمان مهتم بهذا اللاعب في البريميال ليج مش في التامنشيب أعتقد بالنسبة له أن يبقى في ألمانيا ويبقى في البوندس ليجا لأنه أصبح نجمه ساطع في البوندس ليجا وأتمنى أن لا يرحل إذا كان يجب علي الرحيل من الأفضل الله العام بعد القادم يجب أن يبقى العام القادم أتحدث عن هذا العام الذي سوف يبدأ خلاله سبيع ثم سينتقل إلى العام القادم إلى الدور الإنجليزي لأنه يجب أن ينتقل إلى نادي كبير لأن الأندية التي ذكرتها كنوتنجهام فورست وبرينتفورد لا توليك باسمه لأنه أعتقد أنه يقوم بعمل أشياء كمية كالدريبلينج والسرعة والمراوغة لعب رائع محترف مصري كوي جدا عمر مرموش يستطيع أن يلعب في أي دور في العالم راينر قبل أن نختم معك عايز أعرف رأيك عامة في الكرة الألمانية والمنتخب الألماني وهل هانز فليك المدير الفني الجديد للمنتخب الألماني قادر على المنافسة لكأس العالم القادمة خلال شهور قليلة هل المنتخب الألماني على الطريق صحيح؟ دعني أكون صريحة معك أنا لست بالمشجع لهانز فليك ولا أؤيد وجوده كمدير فني للناس لأنه ليس الرجل الأفضل لهذه المرحلة للمنتخب الألماني لأنه لديه مشاكل تكتيكية وفي تيكنيكال أتمنى أن يسمع هذا لأنه قام بعمل أمم أوروبية سيئة جدا ودور الأمم الأوروبية أنت شاهدت الواجه الشاحب للمنتخب الألماني لاس هناك مستوى ثابت أنت براينار مين فوقت نظرك المدير الفني المناسب بعد رحيل لوف أعتقد أن هانز فليك يجب أن يستمر في هذه المرحلة لأنه الأفضل ليس هناك وقت للتغيير هانز فليك هو الأفضل مرحلة التغيير الآن ستكون صعبة لنا راينر بنشكرك شكرا جزيلا لاعب بايرن السابق وشتوتجارت والمدرب المساعدة فيه أوسكبورد بنشكرك شكرا جزيلا على وجودك معنا على شاشة قناة النادي الآلي في المحترف شكرا جزيلا مدي جامد بيأبطع بين الناس كلها وواضح أنه هو كمان من مشجعي البايرن عايز أسمع رأيك على تعليقاته خاصة في موضوع عمر مرموش وهو بيقول أن عمر إمكانياته تأهله أن يلعب في أحد الأندية الكبيرة في البريمير ليج مش دلوقتي يعني يستمر في البوندز ليجا وكمان سنتين ثلاثة ممكن يكون موجود في أحد الأندية الكبيرة عايز أسمع إجابتك بعد الفاصل أهلا بحضراتكم مرة تانية محمود قبل الفاصل كان معنا راينر ده المدرب المساعد لأوكسبورغ وكننا بنتكلم على عمر مرموش عايز أرى فوجة نظرك في اللي قاله هل ينتقل دلوقتي عمر إلى أحد الأندية في البريمير ليج زي برينتفورد أو يستمر في البوندز ليجا يثبت أقدامه وينتقل لأحد الأندية الكبيرة يعني في الطوب فايف طبعا مع احترامي كامل رأيه ولكن أفضل طبعا أن عمر مرموش ينتقل الدوري الإنجليزي حتى لو فريق مش من الفرق الكبيرة في الدوري الإنجليزي ممكن يكون فيه خوف من ناس كتير جدا من سيناريو أو مصير محمود حسن تريزيجي أنه جاء على الدوري الإنجليزي ما عملش نجاحات كتير قوي من اللاعب حظه كان وحش في الروباط الصليبي اللي جاء ولكن تريزيجي كمان عمل يعني هو اللي وصله من الشامل شب تريع بيهم وقدم أطشاط كويسة على اللونج رون ما كانش فيه كونسستنسي ما كانش فيه استمرارية حظه كان وحش رباط الصليبي وهو عانى برضو في الأول تريزيجي في المشاركة ولكن أنا شاف أنه فيه فرق كبير ما بين كان تريزيجي جاي من الدوري التركي وما بين عمر مرموش جاي من الدوري الماني فرق كبير جدا ما بين الدوري الماني ومرا بين الدوري التركي عمر مرموش لعيب وكل إمكانياته تكون بتاعت الدوري الإنجليز واللعيب سريع جدا وعنيف جدا بدنيا ما شاء الله عليه قوي جدا وسريع فأعتقد لا هو الدوري الإنجليز عليه وبعدها كابتان احنا لم نبص الضواتي على الأسامي الكبيرة في الدوري إنجليزية لها كلها ابتدت من أندية صغيرة. يعني طبعا مع الفرق الكبير ومش بقارن. يعني واحد زي سادي ومن هي جاي من ساو سامتون. قعد ساو سامتون لعب سنتين ساو سامتون فريق مش كبير. بعد كده راح ليفر بول. الطوارمة هي دي قصة كلها. انت ممكن تجيب لعيب واحد. وانا شايف انه عمر لايق على البريمير ليج. يعني اسلوب لعبه. سرعاته قوته. لايق على البريمير ليج. وانا بتاعه. انه ما يفكره في السنة الجاية. اه طبعا ما فيش مشكلة. هو عامل أرقام كويسة السنة اللي فاتت. السنة دي كمان برضو يكمل على الكلام ده. هتفرمها في شكل كبير جدا السنة الجاية. الدور الإنجليزي هو يعني حلم أي العيش في كورة في العالم. ما فيش شك. جبت سيرتي الأرقام. الأرقام مرتبطة بمحمد صلاح. عايز اعرف كمان طبعا رأيك في محمد صلاح في مبارات المان سيتي. زهوره على مستوى الفني. على مستوى الاستعداد. على مستوى على مستوى كمان البدني. وده مهم جدا انتهى. كمان محمد صلاح بيظهر بشكل أكثر من رائع. شفت محمد صلاح ازاي في المبارات دي. محمد صلاح في زهوره الأول كان أكثر من رائع. انا اعتقد كابتن. يعني السنة دي موضوعها يبقى مختلف مع محمد صلاح بالفرق مع السنة اللي فاتت خلص. محمد صلاح لغاية شهر فبراير السنة اللي فاتت كان جايب عشرين جون من شهر فبراي لغاية لما سيزن انتهى جاب أربع جوان فقط. اعتقد ان موضوع تجديد العهد كان مؤثر عليه في شكل كبير جدا. وجود سادي ومانيه كان مؤثر عليه من بعيد لبعيد. بسبب طبعا المنافسة اللي كانت تلعينهم. طبعا المنافسة بينهم في منتخبات زائد جوه الملعب. كابتن محمد صلاح وسادي ومانيه اسمين كوار جدا. محمد صلاح فيه كوار كتير جدا. ممكن تعمل معه مشكلة في حتة الباص. او ان هو يشوت ولا يلعب. لان منه من لعيب كبير. فممكن يتنرفز. ممكن يتدايق. وشفنا الكلام ده كتير جدا. ركب محمد صلاح دلوقتي هو النجم الأوحد. ده بيدي له أريحية بشكل كبير جدا. شفنا محمد صلاح يعني شفنا كابتن مورا اللي فاتت عامل. هو العامل أسست بتاع الجوني التالت. وهو عامل. هو خلق الفرصة بتاعة نيونيز اللي جات دار بالجزاء. وهو اللي عامل أسست بتاع أليكساندر. أنا بيلعب بمزاج عالي جدا. تحس ان هو بيلعب براحته. زايد ان هو دلوقتي شايف خلاص موضوع تجديد الراتب ده خلص. انا شافر محمد صلاح سنة جاء يلعب بمزاج عالي جدا. واعتقد ان هو كمان في موضوع الأسست ممكن يعدي السنة اللي فاتت في موضوع الأسست اللي ممكن يعملها. فبين ما شاء الله عليه في موقف بدني قوي جدا جدا جدا. هو محمد صلاح بيعرف امتى ياخد امتى يقف خلص وياخد سلبي يبسط نفسه يسافر يأكل امتى كويس يبوز اكل امتى يتمرن امتى. طبيعي وصل للستيتش دوت ومعظم اللعبة حتى بنشوفها ان خلاص الناس دي بتبقى عارفة عندها قبل ما يسافر الأجازة بيبقى عنده البروغرام بيسلموا البروغرام التدريبي. انت عندك أسبوع راحة سلبية ما تفكرش خلص في الكورة. وبعدها تبدأ تعمل عملية عملية. يعني كل واحد يكون ليه برنامج. وده اللي شفناه مش محمد صلاح بس. الرتم السريع جدا من خلال المباراة وزي ما بقولك حسينا ان احنا في الميت سيزون. كمان على مستوى نونز. كمان وجوده كلاعب صفقة جديدة بتنزل. هل هيبقى فيه سنائية واضحة او خلينا نتكلم على سلاسي مرعب. كلم صلاح نونز ودياز ولا انت شايف في الخط الامامي هيبقى شكله ازاي. كل اول ما يونز جاء كان فيه كلام كتير جدا هل يورجين كلوب هيغير طريقة لعبه. بانه هو بيعتمد اكتر على سرعات العيبة لدرجة انه قاعد في المينيو. بقى اللي بيلعب على طول. يقل جوتا. يقل بيلعب سادي ومانيه. وغير طريقة اللعب بسبب لويز دياس. دخل سادي ومانيه كفرود. ولعب لويز دياس كجناح. ولكن اللي شفناه الممبرال اللي فاتت ان يورجين كلوب تعامل بزكاء كبير جدا انه قاعد يونيز احتياطي عشان يزيل من عليه الضغوط. ولكن شفنا اول ما يونيز نزل شفنا طريقة لعب ليفر بول اتغارت تماما. بدل ما كان ليفر بول بيحضر الكرة من تحته. ويلعب على الاجنحة ومحمد صلاح والدبل باس اللي احنا كنتكلم فيها وتغيير طريقة لعب. لا شفنا ان اول ما كان منشستر سيتي بيضغط ليفر بول. اول ما ليفر بول بياخد الكرة بيعمل اللونج باس على نيونيز. اللي بيسند على طول لمحمد صلاح. وبيتحرك على الزاوية ببعيدة. ونفس الجون بالزبط الكربوني الجون التاني. اللي هو جيه من ضربة جزائية. نفس الموضوع بزبط هو نيونيز استلم الكرة لعب لمحمد صلاح. محمد صلاح عمله الأوفر. وجد في ايد لويز دياس. وبالزبط الجوني التالت نفس القصة لعب الكرة روبرتسون اللي لعبها بالعرض لنيونيز. نيونيز شفت في مقاومات لعيب هيجيب حاجات كتيرة جدا السنة الجاية لليفر بول. هو ده اللي أنا بكلمك عنه ما بين ليفر بول وما بين منشستر سيتي فيه زي ما بنقول تأييف ان انا بحاول ان انا انصق ما بين امكانيات اللعب عندي. لان كان فيه تخاف كبير جدا لاني نيونيز لما جينا نشوف ارقامه راجل جوة 18.95% من ارقامه جوة 18 بيشوت درس ما بيعملش اسست ما بيبصيش ما بيلعبش الكرة بتاعة ليفر بول احنا دايما بنشوف مهما حد بيعمل عليهم في المساحات ليفر بول بيقدر يباس كتير لغاية لما يدل يلاقي صغرات. لا شوفنا الكلام ده مختلف تماما نيونيز بيسلم الكرة بيستلم الكرة بيحاول يسحب اتنين من مساكين معاه ويسلم الكرة ويتحرك على طول في دهر الدفاع على الزاوية البعيدة. فهي دي طريقة ان انا بنصق طريقة لعبي مع امكانيات اللعيب اللي عندي فنيونيز هيبقى صفقة برضو مهمة جدا جدا. شوفناه في السنة اللي فاتت في الماتش. هو معتقد الماتش ده اللي جابه ليفر بول يعني شوفناه حتى في المباراة بتاعة اللي كانت في برتغال عمل مباراة قوية جدا. ولكن هو كان بيعيبه شوية نوة تضيع الفرص. واعتقد ان خل الفرص الكتير اللي يبقى موجود ليفر بول هيخلي يجيب جونتك. ده كل اللي بتقوله بترجع لعب قريت وعين يورجون كلوب. ودايما يمكن في الفاصل اتكلمت معك. ان صفقات يورجون كلوب خلال الست سنوات او سبع سنوات اللي فاتوا والمشروع اللي عملوا مع لبارتول بعد غياب البريميال ليج 30 سنة بيعود بيفوز بالبريميال ليج وكسل عن الأندية والدور الأبطال. يعني دي عبقرية الاختيار انه في الوقت المناسب بيناء العنصر المناسب جدا. زي ما انت قلت لطريقة لعبه وانه بيخش بسرعة جدا. ويمكن بقولك علي ياز رغم انه هو انتقل في الموسم الشت وفي يناير. لكن داخله وكانه بيلعب مع ليفارتول بقاله سنوات. المقارنة ما بين دوت وما بين جارديولا. هل انت شايف الاستراتيجي بتاعت يورجون كلوب تتفوقت على استراتيجية جارديولا في عملية انتقاء اللاعبين؟ يمكن يكون الفرق ما بين القصة ما بين يونيز وما بين هالند وما بين طريقة جارديولا وطريقة يورجون كلوب. يورجون كلوب بيبقى اعتماده اكتر على خلق المساحات والسرعات والمواجهات واحد لواحد ليه لعبته. ولكن جارديولا هي هوية مانشستر سيتي هي الاستحواز بالكورة والطلوب بالكورة من تحت وطريقة البلد اوب. واننا الضغط العكسي ان انا اخد الكورة اول ما كرة تقطع مني. فهي طريقة الاستحواز هي دي اللي اثرت بشكل كبير جدا. اننا اقدر اغير النمطية واقدر اغير التاكتك بتاع الفريق اللي بيلعب بيه بقاله سنين كتيرة جدا. فهو ده اللي قلدناك التحدي. ولكن ناحة تانية على يورجن كلوب هو مدرب عنده مرونة تاكتكية بشكل كبير جدا. بيحفظ لعبته اننا يعني هو لعب طول الماتش بطريقة اننا بقى احضر حضر في حتة وبعمل الكورة عكسي في ناحة تانية. مجرد ما نيونيز نزل لأ بقى يلعب لونج بول على نيونيز عشان يسند لحد من تحت سواء فابينيا او تياجة والكنتارة او حتى كيتا لما نزل. ويقدر يعمل الكورة لمحمد صلاح علشان خطر يقدر يخلق المساحة وتحرك في دار المدافعين. فهي كان فيه مرونة تاكتكية شوية. لان ليوربول مالوش نمط واحد. ولكن نقدر رون الجوارديولا هو الطريقته كلها. سواء في اي فريق بيمسكه هو بيعتمد اكتر على الاستحواس. فهنشوف دلوقتي هاي الجوارديولا هيقدر يغير طريقة لعب هالند وخلي هالند يلعب كورة معه ولا هو. محمود انك انت بتلعب بطريقة بقالك بقالك فترات طويلة جدا بتلعب بطريقة اللي هو مفيش عندك سترايكر صريح. وهالند ما ينفعش غير كده. هالند تسعة تسعة يعني سترايكر صريح. وبيعتمد بشكل كبير جدا على الترانزاكشن. على الانتقال التحول السريع. وده يمكن اللي حصل في مبارات يوم السبت هو كان مستاني انت جبتي لو كان معانا الماتش كنا جبنا لقطات كتيرة جدا ان في الوقت اللي بيعمل فيه سبرينت. عشان ياخد من ورا المدفعين. ويقف دي بروين. ويقف ويطلع البكات. ويبدأ يلعبه. عشان ندي طريقة لاب جوارديولا. اللي استحواز بشكل كبير جدا. أعتقد ان هي نوصل. هيوصله الحل اكيد. بطريقة ان برضه لان هالند مش من اللعبة برضه تقدر تطلع بره الملعب. ويقدر يخد الكرة. ويحجز. ويلعب تاني باس. ويلعب بكعبه. هو بيحب اللعب المباشر بشكل أكبر بس أعتقد برضو أن دي هتفرق بشكل كبير جدا في المرتدات مع منشار سير سيتي في طريقة تنفيذها في التحولات طيب خلينا كمان أكمل لك احنا اتكلمنا على نونس اتكلمنا على هالند خلينا اتكلم كمان على الشكل الدفاعي على مستوى على مستوى المان سيتي هل يعني قبل ما نهي معاك هل المان سيتي ما زال يعاني من الحالة الدفاعية اللي كل الناس بتتكلم عليها واخسارته للبريميال ليج انت رأيك ايه في الحالة الدفاعية حتى الغد في الوقت للمان سيتي في مشكلة كبيرة جدا عند منشستر سيتي وهي دايما في ظهر الباكات أو ظهر المساحات اللي بتبقى كبيرة جدا شفنا مبارح بكل سهولة فيرمينيو وشفنا بكل سهولة نونس بيسحب معاه الاثنين سنترباك بيطلعوا معاه بشكل كبير جدا وطبعا عشان طريق جورديولا ان انت لو نبص اول ما جورديولا بيمسك الكورة بنشوف ان برناردو سيلفا بينزل مع الاثنين مساكين بنشوف كانسلو وولكر بيزيدو بشكل كبير جدا وممكن يخش جوات 18 فده بيخلق مشاكل كبيرة جدا زاد ان واحد زي اكي اللي كان بلعب مبارح مع لويس دياز هو لعيب يعني اوفر ريتد جدا فنفعش يروح منشستر سيتي واعتقد ان ستونز هو الافضل فمنشستر سيتي دايما هيواجه مشاكل كل ما لعب مدربين المدربين التفاوقوا على جورديولا هم مدربين اما سواء تخل في الفاينال شامبيزيج وسواء اربن كلوب تفاوق بشكل كبير جدا على جورديولا صحيح احنا منتظرين انطلاقة البريمير ليج بفارق الصبر لكن طبعا احنا بنشكرك شكرا جزيلا محمود نورتنا وشرفتنا شكرا جزيلا لوجودك شكرا لحضراتك ودي كانت نهاية حلقتنا النهار ده من المحترف يوم جديد وحلقة جديدة يوم الخميس ان شاء الله مع المحترف اشتركوا في القناة